في غزة تصبح المقولة الشهيرة الحاجة أم الإختراع حقيقة وواقعا تحديدا عندما تربط المواطن في غزة بمحيطه داخل القطاع وخارجه وفي التفاصيل ما يدور من حرب طاحنة تقصف من خلالها إسرائيل وابل الصواريخ على مختلف مناطق القطاع باتت مهمة نقل الرسالة الصحفية للعالم لمعرفة ما يدور في الميدان أمرا شبه مستحيل في ظل قطع إسرائيل الاتصالات والكهرباء عن غزة والذي تزامن مع بداية الحرب منذ نحو ثلاثة أشهر وابات الصحفي في غزة صاحب المهمة الصعبة والتي تتطلب اتخاذ وسائل حماية للمراسل والمصور والمعدات من جهة واختيار المكان الآمن والأكثر حظا للصورة للحصول على لقطات للاشتباكات والمعارك بين قوات الجيش الإسرائيلي وعناصر الفصائل الفلسطينية المسلحة من جهات ثانية إلا أن الحاجة التي لجأ إليها الصحفيون والتي تمثلت باختراع أنقذهم من انقطاع الاتصالات تمثلت في شريحة تسمى إي سيم والتي هي عبارة عن رقاقة إلكترونية تتوفر داخل الهاتف وتعمل كنسخة رقمية من الشريحة التقليدية وبحيث تتيح إمكانية الاتصال بمزود الشبكة بمجرد الاشتراك بالباقات دون الحاجة إلى استخدام شريحة فعلية في الهاتف يصل سعر تلك الشريحة إلى ستين دولارا بسعة ثلاثة جيجا بايت من الإنترنت لتتيح الاتصال عبر الهاتف من خلال الأقمار الإصطناعية مرورا بأي شبكة اتصالات تقدم هذه الخدمة بعض هذه الشرح توفر خدمة المكالمات الهاتفية وإرسال الرسائل القصيرة وبعضها يقتصر على توفير الإنترنت بدائل يعتمد عليها الصحفيون والمواطنون في غزة لاستمرار التواصل مع العالم الخارجي يعتبرها كثيرون في القطاع رسالة صمود لنقل ما يحدث على الأرض من عدوان إسرائيلي مستمر اشتركوا في القناة